عند دخول أحد مراكز أوجيرو في الجنوب للحصول على خط ثابت يكون الجواب مباشرة ما من خطوط جرب حظاق مرة أخرى السنترال المركب النباطية من 1994 واللي يحتوي على 10,000 خط نفضت الخطوط منه من 3 سنوات إلى هلأ كنت يجينا مراجعات يومية بشكل يومي من مواطني عم يقدم طلبات على أوجيرو ليحصل على خط ثابت تتفاجع في ناس سنوات تسنين وأكتر بتراجع مناطرة يتصدف فيها والله ما فيه خطوط تنعكس المشكلة بقوة على المواطنين وعلى المؤسسات التجارية التي تسعى للحصول على رقم هاتف ثابت مما شجع على فتح السوق الصوداء في هذا المجال من بعض ما كانت أوجيرو تحط إعلانات بوسائل الإعلام تدعو المواطنين إلى الاشتراك وإلى تقسيط الخطوط وتسهيل عملية الدفع صرنا هلأ عم نركض ورق وجيرو لنحصل على خط وما في خطوط مش بس سنترال النباطية ما فيه خطوط بالمنطق في سنترال حدبوش ما عنده خطوط في سنترال أعيد جسر ما عنده خطوط وكأنه هالخطوة عم تشجع العالم تشتغل بالسوق الصوداء صار للأسف عم ينبيع الخط بالسوق الصوداء بـ 400 دولار و 500 دولار هي أزمة مزمنة في هذه المناطق الجنوبية بلدية النباطية أرسلت أكثر من كتاب في عهد الوزير الصحناوي لكن من دون جدوى اليوم المعاناة أكبر بسبب تزايد عدد الوحدات السكنية والمؤسسات التجارية بحسب البلدية وهي تطالب وزارة الاتصالات وشركة أوجيرو بالتحرك من أجل حل للنقص في الخطوط الثابتة